صدور الأهلوية والمصريين إن الطبيعة طبعا يعني الأهل يممثل المصر في البطولة فإنك أنت تفوز في مواجهة وصيفة الدولة التونسي في مباراة برها ملعبك أعتقد بداية ولا أروع ولا أجمل طبعا في البداية مبروك لكل الأطراف أنا بأعتبر المكسب ده بالتحديد هو مكافأة من ربنا لكل الأطراف لو هنبتدي بمجلس الإدارة إنه بداية من القرار اللي خده نهاية الموسم اللي فات بإنه يريح النجوم يريح اللعيب ويلعب بالصغيرين أو الناشئين بعد كده في الانتدابات والقرارات اللي خدوها للتدعيم إنه هي مش العدد إنما الكيف زي ما بيقوله عدد قليل كواليتي تبقى وتبقى في الحاجة اللي أنت محتاجها مش زي أي فترة تانية أجيب ده لمجرد أنه لعيب كويس إنما السنة دي أنا محتاج أطراف جبت كذا أنا محتاج راس حربة كذا بعد كده طبعا مكافأة للجهاز جهاز فني جديد كان محتاج لمكسب يبتدي به ويكون هدئة للجمهور في أول تعارف في المباراة رسمية ومش أي مكسب ومش أي مكسب مكسب في بطولة إفريقية أول مباراة رسمية بالنسبة له تبقى في إفريقيا بطولة إفريقيا وبرة ومع دولة أو فريق من دولة طبعا دربيات على طول معانا وفرقة طبعا كويسة كبتنافع السنة اللي فاتت بطولة الدوري مع الترجي لآخر لحظة لعبة قبلك كمان دور فأخدت يا عزيزي أقوله سخانت قبلك في البطولة على أرضها فسط جمهورها فده برضو حاجة كويسة جدا حاجة للعيبة بقى كمان مكافأة للعيبة إن العيبة قفلت على نفسها وجهاز قفل عليهم عملوا لو تفتكر لغوا المعسكر الخارجي وعملوا اليوم الكامل من الصبح البالليل موجودين في النادي واضح إن من شكل اللعيبة إن هم يتمرنوا كويس قوي مركزين كويس قوي لأنه تبص على حتى اللعيبة لو حد خد باله متخصص شوية لأنه اللعيبة خاسة قوي فت طبعا دي ما بيجيش من بداية الموسمة يعني دي بعد مثلا كذا بعد راحة سلبية طبعا ما قويلة شوية الصحة بتاعها إنهما يكون أوزانهم زادت فما بيجي يبدأ فترة إعداد طبعا بيخسسوا كده فالمكافأة جات للجميع مكافأة للجمهور للجمهور لسه أقول